إعلان الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند عدم ترشحه إلى ولاية رئاسية جديدة في عام 2017 تصدر واجهة الصحف الفرنسية قرار وصف من قبل أطراف عدة بالقرار الواعي والشجاع قد قال الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند أدرك اليوم مخاطر المضي قدما في طريق لا يحظى بالتأييد الكافية وما سيترتب على ذلك الأمر ولهذا قررت أن لا أكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية قرار رئيس الفرنسي عدم الترشح إلى ولاية رئاسية جديدة وصفه رئيس الوزراء منوال فالس بالخيار الصعب والنضج والجادة وهو ما سيفتح الباب أمام منوال فالس للترشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكية وكان وزير الاقتصاد الفرنسي السابق منوال مكرون من جهته قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي دون المرور عبر خانة الانتخابات التمهيدية اليسارية وكان رئيس الوزراء السابق فرنسو فيون قد فاز بالانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية للمين يوم لاحظ الماضية في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى نافيون سيفوز في الانتخابات بعد جولة ثانية مع مرشحات اليمين المتطرف مغين لوبان وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أن الرئيس الفرنسي فرنسو أولوند لن يحصل إلا على 7% خلال الدورة الرئاسية الأولى في نيسان أبريل المقبل اشتركوا في القناة